تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنية من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رافع فيها أسماء آيات التهاني والتبركات لسموه بمناسبة ذكر اليوم الدولي للعمل البرلماني وعرب معاليه عن أسماء آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مشيرا إلى التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عكس توجيهات سموه المخلصة للارتقاء بمملكة النهوض بالمملكة للنهوض بها في المجالات كافة وأشهد رئيس مجلس الشورى بمواقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتعاون الحكومة الدائم مع مجلس الشورى مما نتاج عنه الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال إقرار العديد من مشاريع القوانين والتي تؤكد حرصة واهتمام سموه لتحقيق رؤية وأهداف النهج الإصلاحي لحضرة عاهل البلاد المفدى وضافا الحكومة بقيادة سموه تعمل عملا وثيقا مع السلطة التشريعية في سبيل بناء القدرات بالشكل الذي يعزز من أدائها وذلك للاطلاع بدور حاسم في تنفيذ أعمال التنمية المستدامة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويسدد على طريق الخير خطاه وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر جوابية إلى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ردا على برقية معاليها المهنئة بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني وعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في برقية سموه عن تقديره وشكره لرئيس مجلس الشورى على مشاعره الوطنية النبيلة مشيدا سموه بالنجاحات الطيبة التي يوالي تحقيقها مجلس الشورى في مجالاته التشريعية بما يعزز دوره في دعم مسيرة التنمية والتطور في مملكة البحرين على مختلف الأصعدة وأكد سموه على مؤصلة التعاون الوثيق القائم والمعهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومساندة سموه الدائمة للمجلس تحقيقا لرسالته النبيلة ولكل ما فيه الارتقاء بالوطن والمواطن متمنيا سموه لجميع أعضاء مجلس الشورى التوفيق والسداد في كل ما يبدلونه من جهود طيبة للإسهام فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونمى لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر